ونبقى في المغرب حيث علم اليوم لدى مصدر من السلطة المحلية بمدينة جولميم أن تسعة أشخاص من بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال تم إجلاؤهم بواسطة مروحية تابعة للقوات الملكية الجوية نحو المدينة وكانت القوات الملكية الجوية قد أجلت في عمليتين متفرقتين عبر مروحية عسكرية خمسة وأربعين شخصا حصرتهم المياه على إثر هذه التساقطات هذا وذكر بلاغ لوزارة الداخلية اليوم أن عمليات الإنقاذ التي تم القيام بها خلال الثماني وأربعين ساعة الماضية بجهتي كولميم والسوسماسة درعة والتين لا تزالان تشهدان اضطرابات جوية هامة مكنت من إنقاذ مائة وثلاثة عشر شخصا كانوا في حالة خطر